في قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ من عند ربنا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ هل حرف الواو بين كلمة الله تعالى وبين الراسخين في العلم لاحظوا الله والراسخون في العلم هذا الحرف هل هو حرف عطف يعني هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل كتاب الله تعالى أم أن هذا الحرف يعني حرف الواو هو استئناف لجملة جديدة استئناف لجملة جديدة المبتدأ فيها هو كلمة الراسخون حيث الخبر هو جملة يقولون ما هو الحق المبرهن من كتاب الله تعالى في هذا الأمر بداية نقول لو فرضنا لو فرضنا أن حرف الواو هو حرف عطف يعني الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لو فرضنا ذلك لكان الله تعالى والراسخون في العلم كلاهما يعلم تأويله ولكانت الجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا لكانت حالية بمعنى قائلين ولكانت هذه الجملة ولكانت هذه الجملة الحالية تتعلق بالله تعالى وبالراسخين في العلم لكان الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول آمنت به كل من عند ربي تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا فهل يقولوا بذلك عاقل هذا مستحيل هذا مستحيل هذه الجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا ستسحب كحال على الله تعالى وعلى الراسخين في العلم إن كان الراسخون في العلم معطوفين على الله تعالى وهذا مستحيل هذا مستحيل إذن عند كلمة الله تعالى لا بد من وقف لاحظوا وما يعلم تأويله إلا الله وبعد ذلك تكون كلمة الراسخين مبتدأا خبره جملة يقولون لاحظوا وما يعلم تأويله إلا الله الآن والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ما وصلنا إليه بهذا التحليل بصياغة عبارات هذه الآية الكريمة يتأكد معنا من خلال بيان كتاب الله تعالى أن تأويل كتاب الله تعالى لا يأتي إلا في الآخرة مع العلم أن التأويل لا يعني التفسير التأويل لا يعني التفسير ولا يعني البيان التأويل لا يعني التفسير ولا يعني البيان الظاهر لدلالات نصوص كتاب الله تعالى التأويل يعني نهاية ما يقول إليه المعنى من عمق باطن محمول بنصوص كتاب الله تعالى يعني نهاية دلالات كتاب الله تعالى نهايتها لا يحيط بها إلا الله تعالى وهذا هو المعني بالتأويل وتأويل كتاب الله تعالى لا يكون إلا في الآخرة نعم تأويل كتاب الله تعالى لا يكون إلا في الآخرة انظروا في قوله سبحانه وتعالى يقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله لاحظوا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لاحظوا أن تأويل كتاب الله تعالى لا يأتي إلا في الآخرة تأويل كتاب الله تعالى لا يأتي إلا في الآخرة فكيف إذن سيعلم الراسقون في العلم تأويله في الحياة الدنيا كيس ونعود فنقول تأويل كتاب الله تعالى لا يعني تفسيره ولا يعني بيان أحكامه المحمولة بظاهر دلالات نصوصه الكريمة أبدا تأويله يعني نهاية ما يحمل من دلالات في عمقه الباطن وهذا لا يأتي إلا في الآخرة تأويله تعالى